العلم الصحيح غايب من الناس انت عشان تعرف ده الإسلام الشوهه الناس ديل أو دي صورة المشوهة اللي بيدعو ينا الإسلام من الصورة الصحيحة الضابط شنو؟ انو لابد تكون عندك العلم اللي بتعرف بيه وتميز بيه وتعرف بيه والإسلام الصحيح فالأخوان المسلمين اللي قلوا المجتمع مجتمع صوفي مجتمع بيجاي في ختمية بيجاي في السودان يعني عندنا بيجاي تيجانية بيجاي عندنا قادرية بيجاء عندنا كذا بيجاء عندنا كذا لقوا الطرق الصوفية والناس مسيطرين عليهم فنفس الزول اللي بيجي يقول لك جربنا الدين هو نفس الزول اللي انقاد للشيخ التحت الأخوان المسلمين ده نمرة واحد المسألة الثانية الناس أو الدعاة خلاص اللي بيزعموا إنهم دعاة للدين كثير منهم ما بيبين حقيقة المناهج المنحرفة المخالفة للإسلام وضي نقطة مهمة لأن أخواننا بينفي البدع وتمييز الصحيح من السقيم وتنقية الإسلام مما شابه من البدع والضلالات والأفكار والمناهج المنحرفة يتميز الصحيح من السقيم الناس بتعرف داك الإسلام ما بيظلم ما بيغدر داك الإسلام ما بيدعو إلى أكل أموال الناس ما بيدعو إلى أن يتخذ الدين مطيع ربنا قال يا أيها الذين آمنوا إن في سياق الذمع إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل يا خد من الأساس قال لك ما في أحزاب النادي كلها مرجعية الكتاب والسنة بفهم السلف وقائدة في وكتا حاكم الدولة المسلمة مهما كان ظالما وجائرا دا يساعد على الأمن ويساعد على الاستقرار ويساعد على التقدم إلى آخر ترجمة نانسي قنقر